ومن هنا أقول لكم مرحبا بكم في الحجرة عواش نسكر الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايكو وسبسكرايب وخلن نبتدي كل شي راح تكلم عنه في الحجرة راح اضطوا المنتج هنا على يسار الشاشة من امازون فاذا انتم كنتم مهتمين اذا انتم تبحثون عنه هذه الحجرة اللي اعيش فيها مثل ما تشوفون خلصناها اخيرا في البداية عندي هذا السويتشات راح اشغل لكم الليتات عشان تشوفونه بشكل واضح هذه السويتشات الذكية تكلمت عليها راح اخلي لكم الرابط اسفل مقطع الفيديو لذا تحكم فيها بالتلافون او بمساعرات الصوتية سواء كان جوجل اسستنت او امازون الاكسل طبعا هذه الصورة رفيقي واحد من ربعي اللي رافقتهم في امريكا وبعض هذا الشي يذكرني بربع اللي في امريكا عدكم هذه السويتشات ثلاثة والحين نروح لهذا المكان الرهيب حاولت يا شباب ان اساوي تصميم الحجرة على قدمة احبهت وحاولت ان اساويها غرفة ذكية بقدر المستطاع عدكم اول مكان اللي هو هذا منطقة المشاهدة او التلفزيون مثل ما تشوفون قناتي هنا احط لي لايك وسبسكرايب اتكلم عن هذه الزينة اتكلم عن كل شي الحين اول شي عدنا في الرفوف الكليكشن مالكة العادة بوكس ابل تيفي بوكس الايباد برو وبوكس الايباد العادي والبوكس اللي وراه هو بوكس الماك بوك برو في الرفوف الخاصة عدنا بوكس ابول سيري 6 و hour per 2021 و اللي بانترون الصورة هي بوكس الايباد و 일본ه الايباد العادي واللي بات الموجودة ليس في admitit بوكس ايفون 13 برو بوكس ايفون اكس الخلف عدكم ايفون اكس اس وهني عدكم ايفون اكس اس ماكس وحالا ايفون شغال ونأخذ لنا للسيت اوب بس مافي شارج بوكس ايفون 11 واراه بوكس ايفون 13 برو وايضا عدنا هنا ايفون 6 وهني عدنا ايضا اللي هو البطارية ابل اللي هي الماكسف باتري باك استغرامها حاليا هي فهي مميزة في الصندوق هدكم هني ايفون 7 بلوس وموجود داخلي ايفون 11 وايضا ماجيك ماوس مع الابول هدكم هني فوق عندي شباب بعض النجازات وطبعا هذي هرمونيكا عطتني اها ام المضيفة قبل لارجج من امريكا هدكم هذا الارج في زنة لويس ميزاري هذا برج صورته قبل في القناة دي انترجع عن الفلقات هدكم هني الكل اكشن مع البطائق شباب احب جمع بطايق مع الاب وهذا أهم شيء حصلناه في قصر الحاكم في ولاية مزاري جفرسنستي في ولاية مزاري طبعا فوق هني عندي يكيلي شباب اللي هو القيثارة بعدكم هني RTX 27D Super Xbox Mala على اليمين تشوفون هني اللوغو الخاص بالتيك توك وسويت اسمات طبعا وعدكم هني فورمت اللي هو الاسمات طبعا هذي أهلي خليهم سوها لي مفاجأة وان صدم صراحة كان شي جدا رهيب هنالبوبجي هدا مادر يصبح هاي سوان كلها مادر من وين لانه وصلون هداية حلو هذي اللوحة اختر رسمتها تمام هني عندنا التلفزيون التلفزيون سوني تاثر بعمبوصة فوركي بس مو OLED LED ومركب على طبعا الابل تي في موصل فوق هني مثل ما تشوفون والحمد تكلم عن الزين تمام شب شغلت لكم فيديو على سبيل المثال تتحرك مع الشاشة وشكلها جدا رهيب هذي طبعا من امازون موجودة حطت لكم الصورة اليسار الان انزين طبعا شفاب شلون تصير شليب هذي الجماعة كل بساطة في هني كاميرا وهذه الكاميرا هي من نفس العلبة الخاصة بالزينة هي تشوف الشاشة وأولا ما تشوف الشاشة تعكس الالوان على الزينة من وراء فطالع شكل التلفاز جدا رهيب وفيها مميزات عديدة مو بس هذا الموضو ايضا تدعم المساعد الساطي إذا كان عندكم طرح تلفزيون تبعون لي اضافة جميلة انصحكم بهذي شكلها جدا اسطوري وما انه خلصنا منها القسم بكلمة واحدة راح اخلي اليسار طفي المقام هذا كامل اليسار ترن اوف دي تي في سراب بكلمة واحدة بكلمة واحدة بكلمة واحدة جملة واحدة تمام شباب نذهب لأفضل قسم والقسم اللي دائمان اقعد عليه في الحجرة وهو الستة اول شي طبعا عندنا هني سبب هذا هذا شي جدا رهيب خاص بالاكواب يعني تحط الكوبة عليه سواء كان ماي تشاي بيفسي يبحث انه ماي يعد منك الطاولة ويكون ثابت سأل شو نكتب علم يكتب علم يكتب علم كيكبو تشيفس وهي المدرسة اللي رحت فيها في امريكا وعدكم هني السماعات هذي من ريزر ايضا رجبتها من امريكا وطبعا صراحة جودتها جدا ممتازة اعتكم هذا الراوتر من تي بي لينك وايضا الاضاءة هذي اللي على المكان كامل من قوفي ننقل على السريع هذا الستاند الخاص بالمايك اجبته من امازون وصراحة جدا عملي وما يطح بسهولة شوف شلون تحمل المايك ولو ان المايك مو ثقيل بس جودة الصنع جدا قوية ولا وبسعر جدا ممتاز المايك والهايبر اكس قوية س و الماوس اللي له الرازر باسالسك التميين اللي هو جي الوايرلس مجرد ان يحطى الدك بهالى الطريقة الماوس رح يشحن وغل رح يطط الدك اي مكان امبوله الماو سبا الرازر كرما اكستندم كبيرة جدا الكيبورد هو الرازر هانتسمان اليت تكلمت عنه من قبل بالمئة بالمئة وهي طبعا اللي هي الرسبة تنشال بشكل كامل وتقدر تستخدم الكيبورد بدونها او بس تقدر انك تحطها بهالطريقة وهني عدكم الإيكو شو الأيت انش السكند جنرائشن للجيل الثاني للصدار الثاني الصوتها جدا ممتاز وشاشة جدا كبيرة وايضا ترى فيها كاميرا فتيدة تتواصل لياياك في البيت او اصدقاء اللي عندهم عليك سات بشكل جدا سريع بسالس ممتاز كعبول منهم اعرف كعبول خصوصا الجاي من التيك توك اعرفهم كعبول ادكم هذي اللي ماترك تايم هذي طبعا هي باختصار ساعة ذكية بس فيها اشياء جدا مميزة غير عن اي ساعة عادية حاليا هذا على المشتركين في اليوتيوب ايضا عندك فيها سبيكرات تقدر تحط فيها تطبيقات على راحة مثل تايمات تقدر تحط فيها ريديو وحتى عدد المتابعين في التيك توك او الانستجرام وحال الامور هذي كامل بس انا افضل نحطها استلسكراي بارزو الخاص بقناة على اليوتيوب طبعا يا جماعة الاسعار راح تكون مختلفة من يوم الى الثاني فالاسعار اللي راح احطها مشطط انها تكون اسعار دائمة تمام ادكم شباب هذي الشاشة اخذتها شاشة ثانوية من شركة سكبتر الامريكية طبعا هذي ما تتوفر في الشرق الاوسط لازم تشريها من امازون المواقع خارجية انه ما شفتها في الشرق الاوسط وصراحة سعرها جدا ممتاز على اداءها الجدا سطوري خمسة سبعين ارتز فيها ثنين اجدي اماي اضران فيها سبيكرز بلت ان سبيكرز بس ما نصح فيهم لانه كل اشتعبانين ممكن هذا الشي الوحيد اللي ما كان المفردين حتى في الشاشة على كل ان اضاءة الشاشة البانل ما لها جدا ممتاز ما اعتقد انه اي بي اس اجابة توصل الى خمسة ميلي في الثاني بس انا مو متأكد الشاشة الثانية عدتكم الديفوت توكي سبعين وشرين انش الى مية خمسة وستين هرتز الاي بي اس الى الان ما غيرتها الشاشة مو قوية بس لا بأس فيها عدتكم هني فوق اللي هي الريزار كايو برو اللي هي الكاميرا اللي دامنا ان نصور فيها واستخدمها بشكل مستمر والشاشة طبعا على ستان جدا رهيب من امازون انا خدتها بسعر جدا مثالي مثل ما تشوفون اقدر احرك الشاشة قدام ورا فوق تحت مثل ما تشوفون تقدر طبعا تسويها بالطول او بالعارض صراحة عطاني واجهة مساحة في ستاوي تعرفون المنتر الخاص بالشاشات يكون جدا كبير ياخذ مساحة من الطاولة فهذا اعطاني مساحة جدا كبيرة من الطاولة وايضا سوى لي تقريبا الكابل منجم انت بشكل احسن من السابق اذا لان عندي شم واير طالع بس افضل من قبل البي سي هادي ما غيرت فيه ولا شيء عدكم معاجة i7-9700K على رامات 16 جيجا بايت موذر بورد SSDOF Z390M برو جيمينج واي فاي موذر بورد عدكم 700 وات باور سيبلاي 500 جي بي ان في امي و عدكم 2 تيرا HDD او هارد درايف في تبريد ماي من دي كول 240 منلي بس مو الشي الجيد الكاس فيه تقريبا 4 مراوح مع التبريد الماي بيكون 6 مراوح مع كارت الشاشة سيكون 8 مراوح طبعا كارت الشاشة اللي هو RTX 2070 Super الكاس اللي هو Corsair X 465 على ما اعتقد مو متأكل بس انا ما اعتقد راح اطلاكم اسمه الشي الأكيد على الشاشة او عدنا هالي طبعا حصلتها في امريكا كهدية ادكم هادي اللي هي كولولايت البروكت وايضا تدعم مساعدة سطير اكسر فهذا شي جدا رهيب صورتي يد بلاي ستشن 4 وعدكم هادي السماعة اللي هي لحما غيرتها اللي هي خرابة طبعا بس لازل تستخدمها اللي هي Logitech G9W3 عدكم هذا السماعة من رايزر مثل ما تشوف ما رهيب اتوقع غطيت لكم كل شي هنا في هذا المكان الآن نفتر للمكان الاسطوري هذا عدكم الثاني وهني اغلب الاحيان انا اقعد وامنتج ليكم سوى مقاطع تيك توك سوى مقاطع يوتيوب امنتج دايما هني واستخدم الايباد كشاشة ثانوية طبعا هذا اللي ما يدري هو جهازي الماكبوك ها 16 انش الماكبوك برو ام وين برو برو 16 جيجا رامجي واخد مساحة الوين تيرا اس اس دي والايباد اللي عندي اللي هو الايباد برو اللي هو موديل 2018 بعد وين تيرا ال 12.9 انش او الحجم الكبير وصراحة الايباد هاد عندي من تقريبا نهاية 2018 الان موضوع جدا ممتاز باستثناء البطارية البطارية ما عطا شوى صارت تخلص بسرعة بس هاده ممشكلة اهم شوى الشغل اللي احتاجه في البداية كنتم انتج على ايفون 7 بعد ان حاولت على ايباد 5 بعدين وصلني هذا الايباد برو والحلنا منتج لكم على الوحش منتج لكم بعد تن فيديو على الوحش بس اغلب لوقات منتج على هذا الوحش عندي خبرة في فاني الكاتب برو قوية طبعا الفاني الكاتب برو هو برنامج المنتاج اللي يجي من ابل وعندي اياه في هذا الجهاز اعتكم طبعا هذا الماجيك ماوس في سكرول فوق تحت يمين يسار بس الماوس في حبة واحدة على اغلب مستخدمي الابل يارفونه طبعا اعتكم هني اللي هي سماعة الابل ايربودز برو اللي عندي عندي ايها من زمان من زمان بس لازالت تشتغل بشكل جدا سطوري وهذا هو الستاب بكل بساطة ولو هو مو بسيط اسفل طالعتكم هذا الشي البسيط هو هدف ان احط الكمبيوتر على بس انا ما احب بحط الكمبيوتر تحت فضلت ان احط فوق ف احط اغراضيني ونجي للسايت تابل عدنا اللي هو هذا الستاند الرهيب هذا الستاند ثري انوان من خلال اقدر اتشرج تلفوني والساعة وايضا السماعة طبعا هذا من بالكن حصلت المستعمل في امازون وما صار لعندي حتى شهر عدكم شنطة صغيرة وايضا هذه الاضاءة من شركة قوفي هي اضاءة طاولة فقررت تحتها اهني عدكم هذا طبعا وين انام يا شباب وهني عدكم لوحات تقول Love what you do وdo what you love بعدين صورتي هناك في مجرين احط في اغراضي من الكوارتين وهالامور عدكم هذه الجلسة اللي اقاعد عليها هذه بيمكنها ان تكون سرير وايضا عدكم هذه عشان نحط رجولنا عليها ونطلع بكرامة ونقعد ونشوف ونطالع افلام والتلفزيون وهذا الجهة ممكن تكون جهة تصوير القناة في المستقبل مثل ما تشفون فيها اسم قناتي وبعض الكلام اللي بالانجلنزي مادرداتوا محتمين بس تقدرون تقروني وهنا عدكم كبة ملابس وايضا طاولة فيها تقريبا ثلاث مجارة كبار عدكم هنا رموتات مالي رموت الابل تيفي رموت المكيف وأيضا رموت التلفزيون عدكم هنا الصورة وهالاغراض كامل وعدكم هذا عطر وأيضا هذا اللوغو الرهيب عدكم هنا منظارة جميلة عدكم هنا علاقة صغيرة وأيضا عدكم هذه الـ Air Purifier هذه باختصار تنظف الجو خصوصا على الأمراض والزكوم والأمور وهذه طبعا من قوفي وأيضا سمارت وهنا طبعا نحاط هذه القطعة اللي هي الـ SwitchBot Hub Mini من خلالها يقدر تحكم بالأشياء لتطلب رموت في الحجرة مثلا التلفزيون ولوغو تيك توك وهنا عدكم ستارة وراها الدريشة الصغيرة وهنا عدكم هنا الزيلا ونتون بكرامة طبعا هذه الزيلا ايضا شوي ذكية باختصار لاتمر ريدك عليها راح تنفتح لان فيها سمسارات فيش ناس تضيفة هاد الغرشة عدتني تكون هني هاد الغرشة مغرشة عادية غرشة ذكية ايضا وهذا هو السكف الحجرة مثل ما تشوفون عدنا هاد الزيلا من قوفي عدنا داونلايتس اختها من البحرين وايضا عدتكم هاد السبوتلايتس بعلقتهم من البحرين وبس شباب كانت هاده فرة جميلة في حجرتي اكتبوا لي واش رأيكم فيها ولا تبوني اضيف على هاشياء ولا لايك واشتراك في القناة وانتظروا ان شاء الله في المحتوى القادم وبس يا شباب في امان الله اشتركوا في القناة